الرئيس السيسي يؤكد مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكرية السيسي يؤكد استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتاجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار في بلادهم انتهاء اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني بالقهرة والفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي على رعايته للحوار أثنية ظهراً أثنية عشر في جرينيتش موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكرية وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ومحمد المنفي الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات وأصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة لمحمد المنفي بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي ومن جانبه أكد المنفي اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات كما أشهد بالمساهمة الفاعلة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعيدة خاصة من خلال المبادئ الأساسية في إعلان القاهرة واستضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها كما شهد الاتصال التوافق على استمرار التنصيق والتشاور المكثف بين الجانبين بهدف تعزيز جهود الأشقاء الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع عبد الحميد دبيبة الرئيس الجديد للحكومة الليبية وخلال الاتصال هنأ الرئيس عبد الحميد دبيبة على نيل طقة أعضاء منطقة الحوار السياسية مؤكدا استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم ومن جانبه أكد رئيس الحكومة الليبية الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية مثمنا دون مصر الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا وأعرب عن عميق تقديره للرئيس السيسي والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية تتواصل في مدينة الغردقة الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي بحضور وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة وبرعاية الأمم المتحدة ومشاركة رئيس المفاوضية العليا للانتخابات عماد السايح ذلك بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي وخلال الاجتماعات أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة ومن جانبه ألقى يانكوبيتش مبعوث الأمم المتحدة الجديد كلمة في أول ظهور رسمي له عقب توليها المنصب خلفا لستيفني ويليمز عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمص المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به اختتمت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة ووجهت الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته للحوار هذا ودعت مصر الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحيير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماعا ثاني في شهر مارس القادم وفي هذه الأثناء يجرى تنفيذ إجراءات مصرية بالتوجيهات من الرئيس السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة أعلنت خلية الأعلام الأمنية العراقية انطلاق عملية أمنية كبرى في ثلاث محافظات وهي بغداد وسمراء والأنبار لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابية وذكرت الخلية في بيان أن العملية الأمنية شرعت بها قيادات العمليات في المحافظات الثلاث وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وأوضحت أن هذه العملية جاءت لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش الإرهابية وضبط وإحكام الحدود يؤدي اليوم أعضاء التشكيل الوزرية الجديد في السودان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك وبحضور رئيسة القضاء نعمات عبدالله محمد وتضم الحكومة الجديدة والتي أعلنها حمدوك ستة وعشرين وزيرا أعلن منهم خمسة وعشرون في حين لم يعلن عن اسم وزير التربية والتعليم والذي أرجع للتشاور وفق ما قاله حمدوك تهى الموجز الإخباري وفي النهاية نحيط المستدر المشاهدين بأن تردد إكسرا نيوز الجديد هو 11785 معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة